اختتم وفد مملكة البحرين مشاركته ضمن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2022 بدافوس الذي عقد في الفترة ما بين 22 وحتى 23 من مايو الجاري مشاركة الوفد البحريني في المنتدى سلطت الضوء على الفرص الاستثمارية التي تسخر بها المملكة إلى جانب ما أطلقتهم المبادرة ومشاريع اقتصادية ضمن خطة التعافي الاقتصادي وذلك أمام قطاع الأعمال الدولي على مدى خمسة أيام شهد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصاد العالمي 2022 بدافوس حضورا بحرينيا فاعلا من خلال الجلسات النقاشية والاجتماعات التي شهدت لقاءات الوفد البحريني المشارك بالمنتدى مع العديد من الشخصيات البارزة وصناع القرار في مختلف المجالات مشاركة الوفد البحريني في منتدى دافوس جاءت لتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تسخر بها المملكة إلى جانب ما أطلقته من مبادرات ومشاريع اقتصادية ضمن خطة التعافي الاقتصادي وذلك أمام قطاع الأعمال الدولي بالإضافة إلى التأكيد على نهج البحرين الساعي لإحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم فخلال أعمال جلسة نقاشية حول مستقبل الاتفاقيات الإبراهيمية أكد معال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مستشار جلالة الملك المعظم للشؤون الدبلوماسية أكد أن توقيع اتفاق تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل يعكس النهج الحكيم لمملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد المعطم القائم على الانفتاح والتواصل مع دول العالم لأجل خير وتقدم الجميع مشددا على أن إحلال السلام مصلحة مشتركة لدول المنطقة ولتعزيز استقرارها منوها المعالي بحرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مد جسور التعاون المثمر ودعم كافة أوجه العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز من المصالح المشتركة وعلى هامش هذا المنتدى التقى الوفد البحريني بوفد دولة الكويت ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تم استعراض المسار المتميز للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة في مختلف المجالات واستعراض أهم القضايا والمستجدات لا سيما في المجالات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي كما اجتمع الوفد مع رئيس الوزراء الفلسطيني وتم التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والمؤيد لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة وخلال جلسة نقاشية ضمن المنتدى الاقتصاد العالمي أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أكد أن مملكة البحرين تشهد نموا اقتصادي متسارعا وتقدما ملحوظا مشيرا إلى أهمية زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بجانب أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز المبادرات والأفكار الإبداعية تحقيقا للنمو الاقتصادي في حين أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال لقائه مع عدد من المسؤولين وقيادات الأعمال العالمية أكد على أن مملكة البحرين ماضية نحو تطوير علاقاتها الاقتصادية مع مختلف الدول ورفع مستوى التعاون والعمل المشترك إن مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع العالمي جاءت لتعزيز الاستقرار السياسي والسلام في العالم والاطلاع على المشهد الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية الجديدة والمجالات الصاعدة في أسواق العالم